ترجمة نانسي قنقر ثلاثة ألاف كيلو جرام مع إتاحة الفحص لجميع المركبات القديمة والحديثة في مراكز الفحص الخاصة ستنتقل إدارة العام للمرور للمرحلة الثانية من إسناد الفحص للمراكز الخاصة المقرر لها بداية يوليو العام المقبل 2025 إذ ستتولى مراكز الفحص الخاصة المرخص لها فحص جميع المركبات الخفيفة والدرجات الآلية بمختلف فئاتها العمرية في حين ستتولى هذه المراكز خلال المرحلة الثالثة التي تبدأ في الأول من يوليو 2025 فحص جميع أنواع المركبات الأخرى ومنها المركبات الثقيلة ووسائل النقل العام